تعالوا بقى ندخل في الموضوع مباشرة ودائما البدايات بتكون في المنتهى الأهمية لأن هي بداية لمشوار آخر لقب وبطولة فإحنا إن شاء الله بإذن الرحمن بكرة عندنا بداية منافسات كأس العالم للأندية وزي لسا بقول لحضراتكم من شوية دي أكيد مباراة مهمة جدا وثقاتنا أكيد كبيرة في كل العيدة النادي الأهلي والجهاز الفني إن هم حيقدموا مستوى يليق بالنادي الأهلي وبتاريخ النادي الأهلي وإن هم حيسعدوا جماهير النادي الأهلي في كل مكان إن شاء الله بالمناسبة إمباراة الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي وطبعا هو رئيس بعتة الفريق كان حريص جدا على الاجتماع بكل اللعيبة اتكلم معهم بكل وضوح عن أهمية هذه المشاركة العالمية للمرة الثالثة على التوالي والتمنى في تاريخ النادي وشدد على أهمية بداية مشوار الفريق في هذه البطولة بأداء قوي جدا وإحراز نتيجة طيبة تدفع النادي الأهلي إلى الدور التالي في هذه النسخة من المونديال أكد كمان على ثقة كاملة في كل عناصر الفريق وفي جهاز الفني وفي اللعيبة وثقة على أنهم أو في أنهم حيبزلوا أقصى جهد ممكن ويقدروا المسئولية الملقاة على عاطقهم ويقدموا بالتالي مستوى يليق بالنادي الأهلي وبتاريخه ويسعد جماهيره التي تستحق الكثير على حد تعبير كابتل محمود الخطيب لا سيامة وأنها دائما ما تقف خلف الفريق وتسانده في كل المواقف وفي كافة المحافل الرياضية طالب كابتل محمود الخطيب لعبة النادي الأهلي بأنهم يركزوا في اللعب وأنهم يلعبوا بروح الفنان للخمرة كما هي عادة فريق النادي الأهلي وأن يكون الهدف الأساسي والوحيد هو الوصول في هدير بطولة إلى أبعد نقطة ممكنة وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد النادي الأهلي في المشاركات العالمية طبعا مجرد وجود كابتل محمود الخطيب كرئيس لهدير بعتدف حد ذاته أكيد بيبقالوا دايما إنعكاسات طيبة وبيحمل اللعبة المزيد من المسئولية وإن كانوا هم الحقيقة دايما متحملينها بما يكفي لكن ما فيه شك أن وجود أيقونة زي كابتل محمود الخطيب يعني بيدي حافز استثنائي دايما لكل اللعبة